في كلمته أمام قمة بريكس بلاس الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تكاتف الدول النامية لمواجهة محاولات فرض سياسات أحدية ومنفردة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظمة حوكمة تداول الأسمد الزراعية وضمان وصولها لمستحقها انطلاق فعليات مؤتمر بريس لدعم لبنان والرئيس الفرنسي يؤكد ضرورة إنهاء الحرب الثالث مساء بتوقيت الطاهرة الثانية عشر بتوقيت دريني نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم بعنوين سياسية واقتصادية شتى خرجت اجتماعات قمة بريكس وبريكس بلاس على مدى يومين بمدينة قزان الروسية على المستوى السياسي كانت الدعوة بضرورة إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية أما اقتصاديا فكان الصوت عاليا بأهمية التكامل والتعاون بعيدا عن الهيمات والأحدية أكد الرئيس عبدالفتح السيسي الأهمية المتزايدة لتجمع البريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول ويعكس كذلك حرص التجمع على تكثيف التشاور والتنصيق الفعال مع الدول الصديقة والمؤثرة من خارجه بهدف تحقيق المصالح المشتركة جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبدالفتح السيسي بقمة تجمع بريكس بلاس المنعقدة بمدينة قزان الروسية أعرب مجددا عن تقديري لفخامة الرئيس فلادمير بوتين لدعوات الاجتماع اليوم بصيغة بريكس بلاس كما أرحب بالسادة رؤساء الدول والأقومات المشاركين في الاجتماع الذي يؤكد الأهمية المتزايدة لتجمع البريكس باعتباره تجمعا قائما على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول ويعكس كذلك حرص التجمع على تكثيف التشاور والتنصيق الفعال مع دول الصديقة والمؤثرة من خارجه بعد التحقيق مصالحنا المشتركة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن اجتماع اليوم يأتي في ظرف دولي دقيق يموج بالأزمات والتحديات المركبة ويشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزاعات الحمائية والسياسات الأحادية أضف الرئيس السيسي أن مصر تؤمن بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب كأحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الرهنة يأتي اجتماع اليوم في ظرف دولي دقيق يموج بالأزمات والتحديات المركبة ويشهد تهديدا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف وتغلب عليه النزاعات الحمائية والسياسات الأحادية حيث تؤمن مصر في خدم هذا التشتت بدرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب جنوب كأحدى السبل المهمة لمواجهة التحديات الرهنة حيث كانت مصر دوما في طليعة الدول التي حرصت على تعزيز التعاون بين الدول النامية فضلا عن سعيها الدقوب لضعم المصالح وأولويات دول الجنوب في مختلف المحافل الدولية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لا يمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحديات الدولية الرهنة بدون الحديث عن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على واقع الحرب الإسرائيلية المستمرة لما يزيد عن العام على أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين بقطاع غزة وخلال كلمته بقمة تجامع بريكس المنعقدة بمدينة قزان الروسية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الاعتداءات امتدت إلى الأراضي اللبنانية مما يعد أكبر دليل على ما وصل إيهي عالمنا اليوم ونظام الدولية من تفريغ للمبادئ وازدواجية للمعايير وفي هذا الإطار لا يمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحديات الدولية الرهنة بدون الحديث عن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة لما يزيد عن العام على أبناء الشعب الفلسطينيين المحاصرين بقطاع غزة والمحاطين بأشكال القتل والترويع كافة وامتداد هذه الاعتداءات إلى الأراضي اللبنانية مما يعد أكبر دليل على ما وصل إليه عالمنا اليوم والنظام الدولي من تفريغ للمبادئ وازدواجية للمعايير فضلا عن غياب المحاسبة والعدالة إزاء الانتهاكات التي ترتكب في حق المواسيق الدولية وقواعد القانون الدولي والإنسان الأمر النازلي نتجت عنه كرسة إنسانية غير مسبوقة واستمرار الحرب وتوسعها ويكون لها شواهد تفرض تضافر الجهود الدولية لوقف التسعيد الخطير في المنطقة ومنع انزلاقها إلى حرب شابلة وخاصة في زل امتداد الصراعات بالمنطقة لتشمل العديد من الدول وامتداد تلك الصراعات لتؤثر سلبا على حركة الملاحة بخليج عدن والبحر الأحمر وعلى حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تثمن محفل البركس بلاس باعتباره منصة لدفع التعاون والتعزيز التشاور بين تجامع البركس ودول الجنوب وخلال كلمته بقمة بريكس أكد الرئيس السيسي على أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ تثمن مصر محفل البركس بلاس باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور بين تجامع البركس ودول الجنوب وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى النقاط التالية أولا أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ وأنا أؤكد على الدور المهم لكل من بنك التنمية الجديد والبنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية في توفير التمويل اللازم والميسر للدول النامية لتنفيذ المشروعات التنموية في خطاعات متعددة ثانيا ضرورة استثمار اجتماعات البركس بلاس لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتكسيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة وأود في هذا المقام أن أؤكد استعداد مصر لمواصلة جهدها لتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الفني وبناء القدرات مع الدول الراغبة في ذلك ثالثا أهمية استمرار التعاون والتشاور بين الدول النامية لضمان الحفاظ على فعالية المنظومة الدولية متعددة الأطراف والتصدي بشكل جماعي لمحاولات فرض السياسات الأحادية ومنفردة بما يدر بمصالح دولنا ترجمة نانسي قنقر 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 حذرت نانسي قنقر 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 نانسي قنقر دمشق نانسي قنقر 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 نانسي قنقر